اشتركوا في القناة والفن بشكل عام وبلشت مع صديقي نبيل حموز ومجموعة شباب وصبايا بفكرة مجموعة شبابية اسمها مجموعة باور تأسست عام 2012 بتهتم في مجال الانتاج الإعلامي والمرئي فيها ثلاث أقسام راديو باور على الانترنت باور بروداكشنز و باور هيلب كل واحد فينا كان من مكان جغرافي مختلف من خلفيات مختلفة بالأفكار جمعنا حالنا مشان نخلق لقلنا مساحة نعبر فيها عن عراءنا وكمان مشان نلاقي فرص عمل ونحاول انه نوصل ونوصل صوتنا للمجتمع الفلسطيني بعد سنتين نصحع خبر الشخص اللي كان عنده الرؤية والقائد للمجموعة قرر انه ينهي حياته بعد هاي الحادثة صار فيه نوع من التحدي باور بتنتهي بانتهاء نبيل او بتكمل بعد هيك رجعنا بنينا للستوديو من اول وجديد افكارنا اللي كنا حابين نشتغل عليها تطورت وصار فيه مسئولية اكبر بتوقع على كل شخص بالمجموعة صار عندنا مكان صار عندنا التزامات ومسئولية ومن هون كانت بداية جديدة بفلسطين هون الارادة والطموح مهم بس مش كافي نحكي احنا دايما باور منكمل الحلم وهذا الشعار اللي حملناه من بعد وفاة نبيل الحلم اللي نقله نبيل لأعضاء المجموعة دايما بيكمل بيروح نبيل وبطاقته الإيجابية اللي خلاها جوا كل شخص فينا اشتركوا في القناة